موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبية الطالبات سنة ثلثة سنوي النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جرامر يونت 13 اللي هو الى حد ما يعني فيه شبه تكملة لينت 12 اللي هي الأفعال النقصة عمتا اللي كانت في يونت 12 نعمل على الآزام مصد وشود وهفتو ومصند النهاردة نستخدم هذه الأفعال بس استخدام تاني خالص حاجة اسمها الاستنتاج طب يعني استنتاج زي ما قدامك كده في العنوان يونت 12 ويونت 13 الاستنتاج بمعنى دي داكشن داكشن يعني استنتاج يستنتج دي ديوز دا الفعل انها قلناها كلمة دي داكشن طب يعني يعني باستنتاج يعني بقول اكيد احتمال ربما دا الاستنتاج يعني حاجة ما شايفها بعنايا باستنتاجها سواء في المدارع أو الماضي او حتى المستمبل طيب اليونت كله هو عبارة عن خمس كلمات خمس كلمات بالزبط must في المدارع أو في الماضي can't may might ومصطلح اسمه could have هناخده في الآخر ننسك اول مصطلح عندي must be كلنا عارفين must يعني يجب تمام you must study يعني يجب ان تذكر لكن must be دي معناها ايه خلق بالكوا انا عندنا present وعندنا past انا همسك ال present الاول وخلصه وبعد كده ادخل على past present اللي هو المدارع وال past اللي هو الماضي هنمسك الاربع الفاظ اللي توعدوا اللي عندي دول must وcan't وmay وmight استخداماتهم في present في المدارع هنلاقي اول حاجة must be قدامة هي وجنبها كده في دائرة صغيرة كنت sure يعني اما كنا انا متأكد بقول must be يعني ايه معناها معنى must be زي ما خدنا must وshould وcan't وخدنا mustn't في اليونت اللي فات برضو اعرفوا الكلمة دي او المصطلح ده معنى ايه وبيعبر عن ايه حس لو جاءت لأي جملة بعد كده اعرف اخطار المصطلح المناسب اللي حيدي معنى الجملة هنلاقي must be معناها مؤكد انه يكون اكيد هو كذا طب ازاي يا مستر خالد زي ما اقول he must be ill مؤكد انه عين اكيد عين he must be rich اكيد ده رجل ده غني he must be a teacher اكيد ده مدرس وهكذا يبقى must be انا متأكد من حاجة معينة في المدارع حاليا اكيد هو كذا يبقى must be معناها i am sure he is كذا اوكي يبقى ادي اول لفظ عندي must be معناها مؤكد انه يكون اللفظ التاني مش عايز اقولنا فيها وعكسها علشان ما تلخبطوش مؤكد وغير مؤكد لا خد اللفظ التاني بمعناه اخو must be انا عندي هنا must be can't be اهي تحتية على طول can't be can't be يبقى خالبها لكم من must be can't be والاتنين في present ايه معناها can't be ديت اللي تحت must be برضو جنبها sure ما تنسوش جنبها برضو sure بس ايه الفرق من ما كون sure واقول must be وما كون sure برضو واقول can't be can't be معناها مؤكد او متأكد انه لا يكون يعني متأكد من حاجة منفية زي الجملة دي احنا قلنا he must be l اكيد هو عيان لكن ما اقول he can't be l اكيد انه مش عيان ده بيستعبط ناسا يعني ف can't be مؤكد انه he can't be rich اكيد ده مش غني can't be poor اكيد مش فقير can't be a teacher اكيد ده مش مدرس حاجات المسخرة نصبحها في نشوفها على اليوتيوب اللي برقصه واتنططه وكلام من ده ولكن can't be a teacher مش مدرس محترم في الدنيا يقع درس ده من طلبة يقول can't be a teacher اكيد ده مش درس ده رجوز مثلا فإذا can't be متأكد انه لا يكون must be متأكد انه يقول يبقى الاتنين معناها مؤكد must be مؤكد انه يكون must be الاكيد عيان can't be مؤكد انه مش عيان مؤكد انه مؤكد برض بس انه مش عيان حاجة بقى اللفظين دول اللي تحت بعض دول may وتحت might may ومع may plus infinitive زائد المصدر معناها ربما احتمال حتى في الدائرة الصغيرة not sure مش متأكد may معناها ربما يكون احتمال يعني زي نفس الجملة اللي قلناها بفوق برضو قلنا must قلنا can't انا هقول may may be ill ربما يكون مريض مش متأكد يعني 50% 50% احتمال يكون عيان الله اعلم انا مش متأكد فلما انا مش متأكد هقول may يبقى may b l احتمال يكون مش عيان معناها not sure لانما might برضو احتمال وربما بس احتمال اضعف شوية من may برضو في المضارع خليل لكم مش في الماضي لان might زائد المصدر م م م م م م م لكن ممكن might تدل على استنتاج في المضارع لو جيب بعدها مصدر might plus infinitive might زائد المصدر معناها زي ما انتم شايفين ربما يكون احتمال ضعيف هتلاقي برضو كاتب لك كده في المدائرة الصغيرة very not sure مش متأكد خالص احتمال ضعيف قوي زي الجملة دي he might be in احتمال ضعيف قوي ان يكون عيان يبقى هادينا خلقنا الاربع الفاظه هون must be دا كله في البرزنت هون must be اكيد انه كذا يعني هنا مثلا حاولوا اكيد عيان he can't be اكيد مش عيان he may be احتمال ان يكون مش عيان او انه عيان او مش عيان انا مش متأكد لكن might be l معناها احتمال ضعيف ان يكون عيان خلاص اوكي هخش على pass بتاع نفس الاربع كلمات دول هلاقي past اهو ثانية واحدة ثبت الصورة past هلاقي past بتاع must be must have plus past participant must have والتصريف التالي بمعنى ايه مؤكد انه مفعل اكيد عمل زي ايه تعالى في الجملة دي he must have studied اكيد ذاكر طالب انا لقيت الود او البت بتاعهم صح وزي الفل لا ده اكيد ذاكرته اكيد ذاكرت اكيد ذاكرتي يبقى must have انا باستنتك ان حاجة اتعملت فاقول he must have studied بتساوي i am sure he did متأكد انه ادي must have وبعدها تصريف تالت مش مصدر بينما can't have برضو plus past participle لو كلهم must او can't او حتى بعد كده تجيب نه might بعدهم have وتصريف تالت منساش ان بعدهم تصريف تالت must have او can't have او me have او might have plus زائد past participle تصريف تالت نمسك can't have معناها اي معناها مؤكد انه لم يفعل اكيد ما عملش هات للمثال كده بص he can't have studied اكيد ما ذاكرش معناها ايام sure he didn't متأكد واحد الوجب بتاع كله غلط ما بيسمعش ما بيحلش مش عارف يعمل حاجة خالص قوله انت اكيد انا مش اش باستانتك باستانتك بقوله انت اكيد طب اللي ما حلش وحل كله او حل وكله غلط اللي مش عارف يجاوب ده بالله عليك اقوله انت اكيد ذاكرت she can't have studied اكيد ما ذاكرت she you can't have studied اكيد انت ما ذاكرت معناها i am sure he didn't اكيد انت ما عملش الحاجة دي بانا ما حمسك may have معناها احتمال يكون عمل ربما مل may have studied احتمال يكون ذاكر واجب نص ونص والله شكل كده ممكن تكون ذاكر معنا may have مش متأكد اذا كان عمل او احتمال يكون ذاكر وبرضو احتمال يكون مذاكر شوية ربما او احتمال يكون عمل الحاجة دي او معنا احتمال لكن might have برضو حيقل الاحتمال شوية حيقل الاحتمال شوية ازاي لما قول he might have studied احتمال يكون ذاكر احتمال ضعيف اوي يعني انا مش برضو ما شفتوش فيه ذاكر لكن شكله كده ممكن ممكن شو حتى كده احتمال ضعيف ان يكون ذاكر معناها i am not sure انا مش متأكد he did or not اذا كان ذاكر ولا لا ده الاربع افعال الناقصة اللي بتدل على deduction الاستنتاج وهي نفس الافعال في المدارع وفي الماضي must can't may might الاحز في المدارع جاي بعدهم مصدر او b في الماضي جاي بعدهم have تصريف ثالث حسب الدرجة الاستنتاج واذا كان بستنتج حاجة مثبتة او منفية حاجة الاخر مصطلح اللي قدامكو ده could have زاد التصريف الثالث ده معنى ايه مكتوب قدامكو كان يمكن ان يفعل يعني لم يفعل يعني كان يقدر يعمل حاجة لكن ما عمل كان بام كان يعمل حاجة كنت قدر اعمل الحاجة دي لكن ما عمل تقش بصوا المثال ده he could have washed the car but he didn't he could have washed the car but he didn't كان يقدر يخسر العربية لكن ما رسله هش خلاص بس كان ممكن يعمل يبقى could have دي تدل على القدرة على فعل شيء في الماضي لكنه ما تعمل ايا كان بقى سبب لكن كان ممكن يقدر يعمل فخلي بالكم المصطرح ده could have plus past participle بمعنى كان يمكن ان يفعل او كان بمقدور ان يفعل شيء لكنه لم يفعل ده grammar unit 13 مفوش اي مشاكل خالص نهائي زي full ه اسيب لكم الجدول تاني قدام كم اهو اهو كامل حرائي unit 13 استنتاج deduction ودي present ودي past ودي الاربع افعال تحت بعض في present واصدهم past بتاعهم والمعنى بتاعهم واخر حاجة خالص المصطلح بتاع could have كان يقدر يعمل حاجة لكنه مقدر شي يعمل ها طيب دلوقتي بقى ندخل على بعض التدريبات والاسئلة اللي هتؤكد الكلام ده وحنطبع عليها خليكو معايا يلا يا شباب هنمسك اول سؤال ده بيقوللي الرجل هناك دوت نوات دكتور عنده 18 سنة يبقى دكتور ولا مش دكتور لا يمكن يكون دكتور ليش دكتور عنده 18 سنة طب لا يمكن أن يكون أو مؤكد أنه لا يكون ايو انا بسيب كنت تبص كده في الاختيارات معايا ايو برافو كانت بي الاخيرة جد اتنين داليا نوات فاطمة very well they are neighbors هم grand يبقى داليا تعرف فاطمة متعرفهاش اكيد تعرفها اكيد تعرفها انا اشوف الجملة برضو المعنى بتاعها بيدل علي اختار اللي حاختاره ايو يا شباب تمام must know number three i don't know i don't know بس هي خلاص اتحلت i don't know انا معرفش why علي can't walk انا معرفش علي مش قادر لمشي لي طب مدام انت ما انا مش عارف يبقى متأكد ولا مش متأكد مش متأكد مدام don't know سيبكوا مع كذا اختار كذا الكلام ده خلاص عافي عليه الزمن لا انا بشوف الجملة بتعبر على انهي درجة بالاستنتاج انا معرفش ومدام معرف يبقى مش متأكد يبقى ايو 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 اخر حاجة may be ايو may be اللي هي number d ايو number d number three number four that was a mistake دي كانت غلطة كان يجب ان تفعل ده مش استنتاج ده مش استنتاج مفيش مؤكد الحاجة كان مفروض اتقدم في الوقت المناسب لكي احصل على الوظيف فين كلمة كان مفروض هنا انا معاك هو تمام تمام ايو should have applied كان مفروض ان انا اتقدم في الوقت المناسب اللي بعدها really i can't remember you انا مش فاكرك كويس but you know at me لكن انت انا مش فاكرك تشوفها هنا في الجملة ما فيهاش كلمة ضنطنو الحاجات اللي بتتحفز لما تلاقي كازا اختار مصد لما تلاقي كازا اختار كانت لما تلاقي sure not sure certainly الكلمات كتيرة انا لو شغلت مخي حيغنى عن كل الدوشة دي بيقول لي انا مش فاكرك لكن انت ممكن تكون تعرفني طب فين ممكن تكون تعرفني انا لو ترجمت الجملة صحة حط الاسبريشن الصحة على طول فين ممكن تكون او ممكن تكون قابل تاني ايوة ممكن تكون might have met يبقى يبقى you might have met me ستة you know not me yesterday خلالك yesterday ماضي I waited all day for you فضلت مستنية طول النهار يبقى انت اكيد اتصلت ولا اكيد ما اتصلتش ما فيش اكيد هنا اوه قلت اكيد اتصلتش وتمشي مع الجملة تب تعال يا بيد انا هخش برضو على برضو بتاعت unit 12 هبص كده عن اختيارات اكيد اتصلت احتمال اتصلت كان مفروض تتصل ولا اتصلت انا استنيتك طول النهار من المكالمة بتاعتك كان مفروض لو حطيلي هنا كلمة اكيد ما اتصلتش قد حتمشي لكن مفيش عندي كلمة اكيد ما اتصلتش يبقى كان مفروض تتصل كان مفروض تتصل انهي واحدة ايوة اللي اخد نائجة زي رقم اربعة اتقضى في الوقت مناسب كان مفروض يبقى اشتروا هاف قول تمام سيفين that's the second new car they have bought this year دي تاني عربية يشتروها جديدة السنادي دي نقط very rich يبقى يا نها ربي بسم الله ما شاء الله اللهم الحسد تاني عربية زيروا يشتروها السنادي يبقى النزدي اكيد غنية مؤكد انها تكون غنية فين مؤكد انها مؤكد مؤكد ايوة ايوة must be تمام must be very rich number 8 the thieves نقط in through the window اللصوص نقط من الشباك look it's still open دا لسا دا لسا مفتوح اكيد داخلوا داخلوا من الشباك لانه لسا مفتوح 9 number 9 your mother locked لسا مفتوح اللي بيقتحم البواء يعني طب اللي بيقى الشاب كلها مقفولة اكيد دا مش حرامي أكيد لا يكون متأكد من حاجة منفية لو قلت مصري بأكيد أنه حرامي أما الأكيد مش حرامي أيوة أيوة can't be 11 the chickens have escaped الفراخ يربت how did you get how did they get out طلعت إزاي فالتاني قال له they not out under the gate من تحت البوابة there is no other way out مفيش مكان آخر يخرجوا منه يبقى أكيد خرجت من تحت البوابة أكيد خرجت في الماضي أيوة must have got must have got number b I don't know why I am so tired these days أنا معرفش ليه أنا تعامل أول أيام ديت برضو I don't ما معرفش يبقى دل على العدم التأكد you're not working too hard or may be شوف حتى هو في الإجابة جاء ويجاوب على نفسها or may be أو ربما you are not sleeping women شكوائز يعني مدام ربما we don't know مدام احتمالات ومدام احتمالات مفيش غير احتمال واحد في الإجابة وهي number a might be number 13 13 you seem to know everything about the theater شكلك عارف كل حاجة عن المسرح you vary every week أكيد بتروح كل أسبوع أكيد مدام عارف كل حاجة أكيد بتروح كل أسبوع أكيد بتروح أنا بحاول أعيد وأزف الجملة على ما تبصها في الجملة ودوسها على الاختيارات وتحاولوا توصلوا لها قبلية أيوة must go number G 14 14 oh the phone is ringing the phone we are in answer it جواب علي it's not Fatma she always rings at this time أكيد Fatma عشان بترني دايما في نفس الوقت ده أكيد Fatma طب يا عم فين أكيد Fatma أيوة 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 must be تمام the couple not think much of this film they are leaving already after only 20 minutes الزوجان أكيد ما دخلش الفيلم دماغهم قوي عشان كده مشوا بعد 20 دقيقة يبقى أكيد ما فكروش في الفيلم قوي كن مثين كانش معنا يفكر يعني فلا يعني يعني يدخل دماغه يعجبه يعني الفيلم عجبهمش أكيد ما حجبهمش أكيد الجماعة دول مش عجبهم الفيلم فمشوا بعد 20 دقيقة أو ماشي هيمشوا آخر they are living بيغادرهم يبقى أكيد مش مبسوطين من الفيلم أكيد مش مبسوطين أيوة can't يبقى can't think much لم يعني ينسجموا من الفيلم جيدا الدنيا حلوة إن شاء الله وربنا يكرمكم إن شاء الله بإذن الله بس نركز ونفهم وهانت ديونة 13 فاضل 3 يونتس وتخلصوا خالص إن شاء الله بإذن الله وربنا يكرمكم وهنفتكر الكلام دي وهنعدين في الامتحان وما هنخلص هنعمل ورجعاته وتبقى الدنيا زي الفل معنا بس الجدعانه شد حلكه وتفقله بالخير ومن تفقله بالخير هلقين إن شاء الله بإذن تفقله بالخير تجدون إن شاء الله بإذن الله وربنا وفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته